القضاء الألماني يقرر إعادة تحف فنية أنجزت برشة كبار الفنانين التشكيليين على غرار كوربي وأوتو وماني ومتيس سرقت من طرف النزيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية إلى مالكها كورنيليوس غورلت الذي سبق أن صدرت منه لغموض كيفية وصولها إليها وحدد القرار القضائي مهلة عام لإرجاع هذه اللوحات إلى مالكها إنه يوم ساعد وساعد جدا بالنسبة لكورنيليوس غورلت بعد أكثر من عامين على مصادرة تحافه الفنية كنا نشعر منذ البداية أن تلك المصادرة كانت غير معقولة وغير شرعية الشرطة الألمانية توصلت إلى اكتشاف ألف لحات فنية قبل نحو عامين في أحدى شقق كورنيليوس غورلت في مدينة ميونيخ حينما كانت تحقق في مسائل جيبائية متعلقة بهذا التاري الألماني وسرعت الشرطة حينها إلى مصادرة هذه التحفري ثم تتحقق من كيفية وصولها إلى مالكها